بسم الله الرحمن الرحيم لا زال الكلام في رسالة المحكم والمتشابه ونقل ما ورد من الآيات المنسوخة والناسخة قال ونسخ قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قوله عز وجل ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم أي للرحمة خلقهم الآية الأولى ذكرت الألة الغائية للخلق بأنها العبادة كمعلومات قالوا أن لكل شيء أربع علل فاعلية ومادية وصورية وغائية الآن هذا الكتاب له علة فاعلية اللي سوى طبعه مثلاً نقول هذا علة فاعلية زين هذا الكتاب مركب من مادة ورق هذا الورق علة مادية للكتاب لما طبع اتخذ صورة معينة لما طبعه رادوا يوصلون إلى هالصورة المعينة هذه علة صورية زين نسألهم هذا الكتاب ليش سويتو يقولون حتى تكون في معلومات يستفاد منها هذه علة غائية مثال آخر الأمثلة لا تعد ولا تحصى عادتين يجيبون مثال السرير السرير له علة فاعلية هذا النجار اللي سوى السرير زين سوى هذا السرير إلى مادة خشب مثلاً هذا الخشب علة مادية زين من سوى اتخذ صورة الخشب يسوون منه أشكال وأنواع يسوون منه كبتات يسوون منه أشياء مختلفة سووا منه سرير هذه العلة الصورية يعني شنو الغاية من هذا الصنع حتى ينامون عليه نجي للآيتين الكريمتين الآية الأولى قالت وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ الله تعالى يقول ذلك يعني الغاية العبادة جاءت آية أخرى وهي قوله عز وجل وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكُ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ لِذَلِكَ ذلك اسم إشارة إلى من يعود إلى ماذا يعود إلى الرحمة إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكُ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ أي وَلِلرَّحْمَةِ خَلَقَهُمْ فالرواية تقول هذه الآية نسخت تلك الآية صارت العلة الغائية الرحمة من الله سبحانه ونسخ قوله تعالى وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاكِينَ فَارْزُقُوهُمْ مَنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ يعني نسخ قوله سبحانه يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين على هالرواية أنه بدايات إرث بدايات التشريع كان أنه الأموال وإذا حضر القسمة وللقربى واليتامى والمساكين وزعوا عليهم بعدين الآية الكريمة يوصيكم الله في أولادكم نسخت تلك الآية صارت الأموال للورثة إذا على هالرواية قلنا نسخ وممكن طبعا مع غض النظر عن الرواية نقول آية الميراث تتكلم عن حكم والآية الأولى وإذا حضر القسمة وللقربى واليتامى والمساكين تتكلم عن حكم أخلاقي أنه الآن قعدوا الورثة وحطوا الفلوس ويرجون يقسمون للأثناء يجون بعض القرابة يتامى مساكين يقعدون يطالعون أعطوهم شيء فارزقوهم منه وكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا أعطوهم شيء مقدار وقلونهم مثلا هذا المكسوم والله إن شاء الله يوسع عليكم مو تقولهم قوموا وطلعوا شهدكم قاعدين يطالعون إحنا نريد أن نقسم الفلوس غالبا هالشكل وقت تقسيم الفلوس ما يرضون آخرين ينظرون إليهم أموما على هالرواية الرواية تقول أنه يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخر التقسيم هذه فيها نسخ لتلك الآية الكريمة الأولى ومن المنسوخ قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون نسخها قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم شنو الفرق اتقوا الله حق تقاته قد يفهم منها أنه التقوى التقوى اللي يستحقها الله عز وجل يكون تتقون جنو هذه جدا صعبة جدا صعبة أن واحد يقول أنا أتق الله حق تقاته كأنه صار تخفيف نسخها قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم الآن حق التقوى ما تقدر تسويها اللي تقدر عليه افعله فهذه الآية الثانية حسب الرواية نسخت الآية الأولى خففت خففت فاتقوا الله ما استطعتم حسب قدرتكم ونسخ قوله تعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا سكرا سكرا شنو يعني هذا الشيء المسكر نسخه آية التحريم وهي قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق والإثمها هنا هو الخمر الإثم في هذه الآية الكريمة هو الخمر قل إنما حرمه الآية الأولى قالت ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا الآية الثانية قالت التحريم خلص وفسرت الإثم بأنه الخمر ونسخ قوله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا قوله تعالى قوله تعالى إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر الآية الأولى قالت وإن منكم إلا واردها وارد جهنم كان على ربك حتما مقضيا الكل لازم يريدون جهنم على هالرواية الآية الثانية نسخت الأولى أخرجت أخرجت مجموعة من الناس المؤمنين إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون هذول اللي الله عز وجل كاتب لهم الحسنى هذول مبعدون عن النار مواردين للنار لا يريدونها لا يسمعون حسيسها الآية يقول لا يسمعون حسيسها حسيس النار ما يسمعون وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر ونسخ قوله تعالى وقولوا للناس حسنى يعني اليهود حين هادنهم رسول الله صلى الله عليه وآله فلما رجع من غزاة تبوك أنزل الله تعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب دون منوا اللي أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية تعيد وهم صاغرون فنسخت هذه الآية تلك الهدنة الآية الأولى اللي قالت وقولوا للناس حسنى الرواية تقول المقصود بالناس هنا اليهود النبي صلى الله عليه وآله هادنهم لفترة فلما رجع من غزاة تبوك اجت آية ثانية أنه دولة قاتلونهم حتى يعطوا الجزية تعيد وهم صاغرون وصلى الله على محمد وآله